السلام عليكم مثلما توقعناه في فيديو سابق تمكنت البطلتان صفية جلال ونسيمة صيفي من إهداء الجزائر ميداليتين في نهائي رمي الجلة لدى فئة F57 برسم الألعاب البرالامبية الجارية في باريز والبداية كانت مع صاحبة الرقم القياسي العالمي صفية جلال التي أهدت الجزائر ميدالية ذهبية ورقم بارالامب جديد قدره 11.56 سجلته في المحاولة الرابعة وكانت على بعد 6 سنتيمترات فقط من معادلة رقمها القياسي العالمي المقدر بـ 11.62 والذي سجلته في بطولة العالم هذا الموسم في باريز أيضا في فرنسا الجزائرية الثانية في هذا النهائي البطلة نسيمة صيفي توجد بالميدالية البرونزية بعد حلولها في المركز الثالث برمي قدرها 10.74 سجلتها في المحاولة السادسة والأخيرة للتذكير نسيمة صيفي توجد منذ أيام بذهبية رمي القرص لدى نفس الفئة الميدالية الفضية في رمي الجلة اليوم عادت للصينية سيو برمي قدرها 10.89 سجلتها في المحاولة الخامسة بعد هتين الميداليتين وميدالية إسكندر عثماني في نهاية الأربعة ومئة متر تسعد الجزائر للمركز الثالث والعشرون مؤقتاً برسيد أربع ذهبيات وثلاث برونزيات وترقب عديد النتائج الجيدة خاصة هذا اليوم وهناك مفاجأة منتظرة على الأقل بميدالية أو ميداليتان في منافسات الجيدو الجارية في هذه الأثناء شكراً لكم على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركة هذا الفيديو حتى يعرف الناس نتائج هذه الفئة من المجتمع شكراً لكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته